ايه اللي ممكن في الفترة القادمة اللي هيحصل مع ايران الحرب في غزة حتتوقف فعلا وهل الضرب اللي بيحصل في لبنان حتوقف في الفترة المقبلة مع مجيء ترامب ومصير ايران ايه في المنطقة هي ومحور المقاومة اللي معاها سواء الشوثيين او حزب الله وفعلا ايران ممكن حتتخلى عن عملاءها او عن محور المقاومة تخلي تام مقابل مصالحها ده اللي احنا هنستعرضه مع بعض في الفيديو ده سلام عليكم واهلا وسهلا بحضرتكم يارب تكونوا بخير خلينا نبتلي كده نشوف النهاردة عندنا حصل الجامعة مؤتمر الجامعة الدول العربية والاسلامية فيه كلام ده حصل مبارح في السعودية مع احداث مهمة بتحصل في الفترة الحالية احداث المهمة دي هي اللي بعتبرها بتشكل مستقبل الطريق الفترة اللي جايها خليه بس كده عشانا بسط لحضرتك الموضوع صحيفة نيويورك تايمز نيويورك تايمز اتكلمت على موقف ايران في الفترة دي وفي الفترة المقبلة مع ترامب قالك ان النهاردة اساس المشكلة او من ضمن المشاكل الكبيرة ما بين ادارة ترامب وما بين الايرانيين تلت حاجات رئيسية الحاجة الاولانية ان في فترة حكم ترامب جات امريكا او ترامب وراح من سحب من الاتفاق النووي اللي كانت عمل ما بين ايران والدول في سنة 2015 والموضوع ده اثار بشكل كبير غضب ايران والحاجة التانية جات امريكا وراحت موقع او ترامب ووقع قباط اقتصادية قاسية في فترة حكمه على ايران والحاجة التالتة وهو مقتل قاسم سليماني باوامر من ترامب شخصيا فده اللي عمل الاحتقان والزريعة الكبيرة اللي ما بين ايران وما بين ترامب واصلا كان في مشاكل ما بين ايران وما بين امريكا قبل كده ده طبقا لكلام صحيفة نيويورك قال لك بس الحقيقة ان في نفس الوقت في مواقف اصلاحية وفي ناس اصلاحيين موجودين جوه ايران النهاردة يعني بيكلموا على بازشكيان بازشكيان اللي هو الرئيس الايراني الحالي زي ما حضرتكم عارفين قالوا ان الراجل مواقفه معتدلة نوعا ما يعني ومعتدل وهو بيقول ان احنا ممكن ننفتح على العلاقات مع امريكا وفي كمان ناس كتيرة موجودة اصلاحيين بل ان كمان في بعض الصحف الاصلاحية زي الجريدة انك عندهم اسمها شرق بتقول ايه المشكلة ان احنا نفتح صفحة جديدة مع ترامب ده بالاضافة ان في ناس حكوميين ومسؤولين جوه ايران النهاردة هم مش متشددين ولكن اصلاحيين بيقولوا والله ان احنا ممكن ننفتح على ترامب وبل يميز ترامب دولا على غيره انه قادر على انه هو ياخد قرارات غيره ما اخدهاش قبل كده بل انه كمان لانه فارض شخصيته ومهي من على الحزب الجمهوري تقريبا معظم الحزب الجمهوري بيكن بالولاء بشكل كبير الى ترامب فقالوا ان احنا ممكن ان احنا نكسبه ويكون سبب في ان الكونجرس يرفع العقوبات من علينا ان خلاص الدنيا تتحسن ويحصل الكلام ده قالك في الصحيفة بقى بس في مشكلة ان الكلمة الاولى والاخيرة معلش مش موجودة لبزشكية ولا للناس الاصلاحية الكلمة الاولى والاخيرة هناك الى بالضبط زي ما حضرتكم قلته كده الى علي خامني وهو المرشد الاعلى داخل ايران اللي هو واخد موقف متشدد بشكل كبير تجاه ترامب وانه هو منع اي تفاوضات تجرى مع ايران بالاضافة الى الحرس الثوري الايراني اللي له يده عليا كبرى داخل ايران اللي هو عنده روح الانتقام تجاه ترامب ده قاتل لهم قاسم سليماني في العراق لما حضرتكم عارفين الضربة اللي حصلت فيه توقيت ترامب بل ان كمان هناك عندهم زي ما في صحيفة شرق الاصلاحية في صحيفة عندهم اسمها هامشري اول ما ترامب فاز رحهم مصورينه في صورة وهو لابس بدلة برتقالية وبالاصفاض وكانوا كاتبين عودة القاتل يعني ده معناها ان فيك برضو جوه ايران موقف متشدد كبير قوي ولكن قال لك برضو في نفس الوقت على رغم من كده الا ان وزير الخارجية الايراني عمباء العراجي طلع وقال والله يا جماعة الاتهامات اللي انتوا قلتوا علينا ان احنا حاوينا ان احنا نقتال ترامب الاتهامات دي غير صحيحة تماما واستشيلوا برضو بالتويتا اللي كان قالها كتب عراجي ان هما مش عايزين يعملوا اسلحة نووية فاذا هما بيقولوا في موقف برضو موجود داخل ايران ان غرضا عايز انه هو يعمل اصلاحات خاصة ان ترامب مش من سياساته ان هو عاوز يعمل توسعات عسكرية يعني ترامب هو عنده ماجا اللي هو نعمل امريكا عظيمة مرة تانية او نرجعها بقوتها مرة تانية فهو عاوز يركز على اصلاحات داخلية جوه امريكا ملف الهجرة البنية التحتية اللي موجودة فقالوا ان احنا ممكن ايران انها تكسب ود ترامب وتكسب ود الادارة الامريكية بس هيا في شوية شروط كده اعتقد ان هي ممكن على ايران ان هي تعملها وانا في قرارة نفسي ان النيويورك تايمز المقال ده اتكتب في السي اي اي او اتكتب كده في تبع الادارة الامريكية الادارة بتاع ترامب الحالية ورحهم قالوا النيويورك تايمز تفندل حط كده بس ايه الموضوع ده كده عشان الايرانيين يعرفوا الرسالة هم قالوا والله لو ايران فعلا عايزة تاخد الموضوع ده بجد وتكسب ود يعني عليها بقى انها تتخلى عن حزب الله وعن الحسيين وعن المقاومة اللي موجودة بقى اللي هم الحجد الشعبي واللي هنا واللي هنا وتفكها بقى من الجملة والكلمة بتاعة الاسرائيليين والمقدس والكلام ده خالص والنهارده ايران هي مبين دلوقتي اختيارين يا اما انها تختار موقف اكثر تشددا وعداءا يا اما انها تحاول انها تتخلى عن مجموعة من الحاجات علشان خاصر كمان الوضع الاقتصادي النهارده في ايران صعب بل ان كمان عدوهم حالة تضاهر في تضخم كبير داخل ايران واحنا شايفين حسب المحللين والخبراء ان الوضع بالشكل ده لاربع سنين جاي مش هيكمل يعني معناها ايه يعني معناها ان الفترة بتاعة ترامب ما هو جاب لك اربع سنين شميع لاربع سنين فترة ترامب فمعناها ان الفترة بتاعة ترامب لو جيه وانتو موقفكم كده هيقفل المحبس خالص وشوفوا بقى اللي حيحصل عندكم من الاوضاع الاقتصادية اذا دي انا باعتبرها عبارة عن رسالة موجهة من ادارة ترامب اللي جاية الى ايران ايه بنيجي بقى نشوف كمان نجمع ما بين الموقف بتاعة ترامب مع موضوع اسرائيل ودعمه الكبير الى اسرائيل سبق وقلت لحضراتكم ان ترامب وقلتها قبل ما ترامب يتولى ان ترامب داعم كبير الى اسرائيل سياسيا ودبلوماسيا وانه هو مش بيميل الى الشلول العسكرية ولكنه داعم لاسرائيل وقلت لكم جماعة ما تتخيلوش ان ترامب هو المخلص اللي حيجي من السماء وقلت الكلام ده قبل كده عشان يعني ما باختلفش في الرأي في النقطة دي لكن النهاردة كمان بيؤيد الكلام دا بقى موقف ترامب تجاه اسرائيل النهاردة بشكل عملي وبشكل فعلي وموقفه تجاه ترامب قرر ان هو يعين اليز ستيفانيك وهي تمامن دوبة امريكا في الامم المتحدة مين بقى اليز ستيفانيك اليز ستيفانيك دي واحدة من اقصر المتشددين تجاه ايران ومن اقصر المخلصين والمدافعين بشراصة مع اسرائيل بشكل غير عادي ويز ستيفانيك دي كانت اصغر واحدة سيناتور في الكونجرس الامريكي كله دخلت الكونجرس سنة 2014 هي النهاردة عندها 40 سنة تخيلو يعني من 10 سنين دخلت الكونجرس كان عندها 30 سنة فالستن دي دخلت عن الولاية نيويورك وده عامة جبيرة جدا لترامب بشكل غير عادي اليز ستيفانيك وهذه السويونية وهي ليست شتيمة على فكرة لان قبل كده بايدن اهل ان انا مش لازم اكون يهودي علشان سويوني كتبت تويتا تويتا بس انبارح خلينا وراء الحضراتكم كده مع رضي عليها واي بتتكلم عن القضية الفلسطينية كتبت حضراتكم ادارة بايدن هاريس تعلم ان السلطة الفلسطينية مستمرة بالدعم المالي للارهابيين الذين يقتلون الاسرائيليين لحصن الحظ فان مكافئة الادارة للفلسطينيين على حساب حليفتنا العظيمة اسرائيل ستصل الى نهايتها حليفتنا العظيمة اسرائيل اكتر من كده اعتقد اني مش باين نهائي اني فيه اي شيء يباين لترامب كم هو مؤيد الى اسرائيل علشان يضع تلك المرأة في هذا المكان في الوقت بقى اللي كان مبارح في جمعة الدول العربية والمؤتوى الدول الاسلامية منعقدة كان في نفس الوقت رون درمر جاي من اسرائيل ورايح يقابل ترامب مين بقى رون درمر ده ده حضراتكم يبقى وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة بن يمين نتنياهو الراجل ده كان سفيره لاسرائيل في امريكا في وقت ترامب طب وإيه المشكلة لأ الراجل ده عنده علاقات جيدة مع ترامب بشكل قوي والحاجة التانية انه هو طبعا في حكومة بن يمين نتنياهو يعني يميني متطرف فهو كان رايح حسب الاكسيوس عندنا انه هو راح يقابل ترامب وراح يقابل بايدن وفي الاول راح يقابل ترامب في المنتجع بتاعه اللي في فلوريدا رايح اللي بقى ليه قالك لا اكتر من حاجة حاجة الاولانية علشان يوصل رسائل من بن يمين نتنياهو الى ترامب اه طبعا بن يمين نتنياهو وترامب مع بعض التليفونات شغالين ومزدات وفي الواتس وفي التليجرام شغالين مع بعض رسائل بس في رسائل ما ينفعش انها تتنقل خالص فبن يمين نتنياهو حمله مجموعة من الرسائل عشان ينو ادهله اول حاجة الحاجة التانية علشان يستعرض مع ترامب ايه الخطط اللي اسرائيل المفترض انها تخلصها دلوقتي قبل ما تتولى يا ترامب المهمة بتاعتك والخطط اللي تتأجل لغاية ما تبقى رئيس والخطط دي متعلقة مع غزة لبنان ايران وكأن بقية الدول التانية دي ليس لها اي قرار نهائي فاذا بين حضراتكم النهاردة وضوح الشمس ان ترامب دعمه الى اسرائيل كبير جدا ترامب ادارته بيوجهه رسائل الى ايران النهاردة بقى عايزين نتكلم على نقطة وهي خاصة بجامعة الدول العربية او المؤتمر الخاص بالدول العربية انبارح اجتمعت مجموعة من الدول العربية او اغلبها تقريبا ويمكن مش كل الفكام اللي اجتمعوا ولكن حتى راحوا مندوبين من الدول العربية والدول الاسلمية في المؤتمر اللي انعقد في المملكة العربية السعودية والحقيقة لما نيجي نشوف المؤتمر دا ونقول التوقيت بتاعه حلالهما حسب ما هو تقال ان هي قمة استثنائية وكان في مجموعة من الامور وهي ان التنديد بالمدابح اللي بتحصل في غزة واللي بتحصل في لبنان والرئيس عبدالفتاح السيسي استعرض وتكلم على نقطة مهمة جدا وهي وقوف مصر بالشكل واضح وصارم تجاه او ضد عملية تهجير الشعب الفلسطيني والقضاء على القضية الفلسطينية وباسم مصر وقال انها سراحة اننا سنقف ضد جميع المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية سواء عبر تهجير السكان المحليين المدنيين او نقلهم قصريا او تحويل القطاع الى مكان غير صالح للحياة وامر لن نقبل به تحت اي ظرف من الظروف كان من ضمن الاهداف وهي حشد الدعم الدولي لتجميد عضوية اسرائيل في الجامعية العامة للامم المتحدة بس السؤال هنا هل هيحصل عملية التجميد دي وإليز ستيفانيك موجودة وأمريكا موجودة او الادارة بتاع ترامب موجودة بصوا هنا حضراتكم على حاجة الحقيقة الكلام اللي تقالم برحدة انا ببعد اسأل نفسي كده طب هو النهاردة غزة بتضرب بقالها قد ايه بقالها اكتر من سنة وشهر عمالة بتضرب لبنان بقالها شهرين عمالة بتضرب لسه بس المؤتمر ده منعقد دلوقتي ممكن نقول ان هو منعقد علشان يوجه رسالة الى ترامب ممكن نقول ان في مخاطرات جديدة للوقتي بتطرح فان جامعة الدول العربية او الدول العربية والدول الاسلامية قالوا احنا عايزين لازم نطلع نوجه كلمة بس الكلمة دي هي نفس الكلمة اللي انا بسمعها من الدول العربية لما بتنعقد مع بعض بسبب القضية الفلسطينية من يوم ما وعيد على الدنيا هو نناشجب ونندد ما يحدث للاطفال طب هو بعدين يعني انا بس حضراتكم ناخد كده الكلام بالامور هل في شيء جديد اتقال في امبارح عن السنوات اللي فاتت انا عايز اقول لحضراتكم على حاجة لما جت روسيا ودخلت اوكرانيا رغم ان اوكرانيا ليست دولة من دول النيتو وليست عضوة في دول النيتو الا ان الدول النيتو كلها لما اجتمعت او الدول الاوروبية لما اجتمعوا ما اكتفوش ان هما يشجبوا وينددوا بل ان هما اخدوا مجموعة من المواقف الفعلية تجاه اوكرانيا مساعدات عسكرية مساعدات مالية هكذا هكذا رغم ان اوكرانيا مش دولة من دول النيتو انا متفق معاك اني شتان وفيه فرق كبير ما بين الدول المنطقة هنا وغزة ومجموعة النيتو واوكرانيا انا متفق معاك فيه فرق كبير اوي في الامور الجيوسياسية وفي التحليلية وفي الجغرافية انا متفق معاك تماما بس اللي عايز اقوله ان الدول بتاعت النيتو اخدت موقف موقف معايا لغم ان دول النيتو اتنين وتلاتين دولة حضراتكم تعرفوا بيكلموا كم لغة دول النيتو تتحدث تلاتين لغة من اصل اتنين وتلاتين دولة تقريبا هم بس امريكا وانجلترا اللي مشتركين في اللغة الانجليزية وفرنسا وبلجيكا اللي مشتركين في اللغة الفرنسية لكن احنا 22 دولة عربية وكلنا بنتكلم اللغة العربية ومش عارفين نعمل جيش واحد دول الناتو ابتدى نشوفهم 14 دولة والنهاردة هم 32 دولة بس علشان يوقفوا امام روسيا او اي حد دمهم النهاردة ده الموقف وللعلم برضو بقول لحضراتكم مجادش الدول كلها برضو عشان محدش يخلط ده محدش جاد الدول وراحت ايلن بولندا ايه اخصى عليك يا بولندا ده انت الدولة المجورة انتو خينين وعملة وبوستو القضية الاوكرانية وضحيتو بالقضية الاوكرانية لا كلهم اجتمعوا يعني علشان برضو حدش يجي على مصر ويتكلم كل الدول احنا كلنا بنعرف نقول ناشجب ونندد لكن الدول التانية هي اللي بتعرف تتعاون بشكل فعلي عموما واضح جدا من مستقبل انا برضو تاني وتالت برج على حضراتكم وبقول لكم ان النهاردة موضوع ان احنا ناشجب ونندد بدون اتخاذ خطوات عملية وبدود احنا ما عندناش جيش عربي موحد نهائي ولا حيتعقونسوا بقول لكم بجد مش هتحصل ان انتو الاحلام بقى وغنية الحلم العربي وده حلمنا طول عمرنا مش هيحصل عموما انا بس ايه علشان الامور بس الواحد يعني في الفيديو بس تعرض مع حضراتكم ما حدث وما سيحدث فيه الفترة المجبلة اتمنى المعلومات دي تكون لتعجاب حضراتكم وبشكركم جدا جدا على المشاهدة سلام عليكم اشتركوا في القناة